جرت معكم قصة سمعتها منكم أثناء الدراسة المرأة التي دخلتم إليها باختصار لو سمعتم إلى هذا إحنا كنا طباء في المستشفى ومتدربين يعني بعد سنة الامتياز قال لنا resident يعني مقيمين وطبعا علينا واحد ريجسترار أعلى منا وواحد سبيشاليست وعندنا قنسلتانت مسؤولين كله مراتب طبية فإحنا كنا نذهب إلى نأخذ المرضى من الطوارئ نصعد بهم إلى الغرف ثم نأخذ منهم ما يسمى الكيستستري الحالة الطبية تقرير الحالة الطبية بطريقة معينة ثم نقرر لهم العلاج المناسب ثم نأخذ هذا الملف ونحتفظ به يأتي الطبيب الكبير آخر الليل وينظر إذا كاننا اللي عملنا صواب أو يوجهنا جميل تدريب طبك وعلى هذه الحالة كنا نجلس في غرفة واحدة للأطباء مجتمعين ويأتينا الخبر أنه في مريض تحت فأحد عندنا أحد الأطباء إن شاء الله عليه يلعب كمال أجسام جسم عضلات وكذا جاء خبر عشان يأخذ حالة مريضة صعد بها إلى الغرفة والمهم بعد عشر دقائق أو ربع ساعة من عندها جاء أنا ممتقع الوجه أصفر حالته يعني بالعمل أزرق قال المرأة طلع فيها جني كيف طلع فيها جني قال أنا كنت أخذ منها الحالة وانقلبت إلى رجل وبدت تتكلمني كرجل وكانت تريد تهاجمني فأنا أغلقت الغرفة وجريت من غرفة احنا كلنا جايين من البيئة الخرافية هذي اللي موجودة طبعا الفكرة بالنسبة لنا عديد مع أن كلنا دارسين في يعني أنا دارس في بريطانيا وغيري دارسين في مناطق ثانية وكذا لأخره لكن القصة راكبة مع الكلتر مع الثقافة اللي احنا نعيشها انتظرنا عندنا سلطانت كندي أملاق تبارك الله مشيطي يكلمنا ويخبط السقف على ضوله يعني أملاق فلما جاي قلنا له عندنا حالة كذا كذا دعا ما قلنا له أنه جني فيها وعفريت يعني ما عملنا التشخيص النهائي يعني كن قلنا له أنه حالة كذا الأعراض آه أهو يعني شرح صدره جراح شديد تبسم إلى هنا قل خلينا نروح نشوف الحالة احنا مش عايزين نروح نشوف فلأنه يطلع نطط جني ولا شيء ولا كذا عفريت فرحنا نمشي ثلاثة متار وراء دخل الغرفة دخل الغرفة السيدة نايمة على السرير فنادى الدكتور اللي هو خذ منها الحالة قال اسألها بنفس الطريقة اللي سألت فيها فبدأ يسأل السيدة إلى أن وصل عن زوجها علاقتها بزوجها المرأة بدأت تتكلم وصوتها يثقل أنه زوجي كان يضربني وكبل تراب في وجهي وفجأة وقفت على السرير أنا مش اسمها كذا هي مثلاً لا افترض مريم أنا مش مريم أنا سعيد تتكلم وكذا لأخرج طبعاً احنا ابتعدنا رعباً هو الدكتور الكندي هذا ابتسامته أصبحت وصلت إلى رأسه من الفرح حط إيدا على صدرها نيم السيدة على السرير كل أريحية ونادى الممرضة قال لها أعطيها الحقنة أعطتها الحقنة قال نادولها الطبيب النفسي وطلعنا مرحنا وراء ما هي القصة يعني يقرأ الجن شون هذا مثلاً يحضر عفاريت قادر يتعامل مع الجن والعفاريت نيم المرأة بعفريتها بجنيها فقال لنا احنا عندنا كتاب في الطب اسمه هاريسون هو يعتبر كتاب المقدس بالنسبة للأطباء فقال لنا افتحوا الصفحة كذا 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 وشوفوا كم حالة ممكن تظهر بها في شخصيات الإنسان شخصيات داخلية للدفاع عن نفسه في مواقف معينة وبعدين نتناقش في حالة انفصام الشخصية رحنا قرأنا فإذا تطلع يعني أنا أذكر كان 15 حالة داخل الحالة الوحدة يمكن العدد أكثر من شذي يمكن إنسان في حالات داخلية موجود فيها السؤال لم يكن هنا السؤال احنا مع تجريبنا العلمي ومعنا دارسين دراسة لكن أثر ثقافة الجن والعفاريت علينا خلاننا في لحظة ننسى كل العلم اللي احنا تعلمناه وما نبحث عن الحالة لا في كتاب ولا في غيرنا استسلم للأوهام اللي موجود عندنا هو مرض انفصام شخصية بينما هذا الدكتور جاي من بيئة ثقافتها أن هذه ظواهر طبيعية طبية خاضعة للدراسة ولذلك لا هو أصيب برعب ولا هو أصيب بخوف ولا أصيب بكذا إلى آخرية وتعامل معها بكل أريحية حتى يظهر لمشاهدين سمعتم منكم تتمت القصة أن الموضوع كله تتعرض لاعتداء من زوجها قسوة فتستطن شخصيتها وتتقمصها فتحول عندها انفصام شخصية أيها للدفاع عن نفسها نحالة نفسية طبيعية علمية للدفاع عن نفسها وهذه ممكن للإنسان ينمي في الأخرى عشرات الشخصيات التي تتحدث بصيغ مختلفة وبأشكال مختلفة وتفسر على نهج النوع فاريت مرة أخرى الظواهر اللي بالنسبة لنا إحنا الظواهر جن وعفاريت بالنسبة للآخرين موضع دراسة والعلم يكتشف لها إجابات واللي ما يكتشف لها إجابات يرحله لدراسات وبحوث أخرى عشان يوجد له إجابات يا ترى إحنا بالتعليم الذي أنتجناه خلقنا عقلية مفتوحة على الاحتمالات ليس من ضمن هذه الاحتمالات إغلاق فضاء إنه ممكن يكون فيه أثر جن وعفاريت لا إنما كيف ندرس الظاهرة عندما تكون أمامنا على طول نحولها على الجن والعفاريت ولا عندنا نحطها منهجية بحثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر